يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معتودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيبونه فذة وطعام مسكين فمن تقوع خيرا فهو خير له وأن تصروا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي وازد فيه القرآن هدى للناس وبيلات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان بريطا أو على سفر ما فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولي تكبروا العددة ولي تكبروا الله على ما أداكم ولا عملكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لأنهم يرشدون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك أستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المعطوب عليهم ولا ضالين أحل لكم ليلة الصيام وفذ إلى لسانكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم ألم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتقوا ما كتب الله لكم وكنوا واشروا حتى لا يتبين لكم الخيط الأبير من الخيط الأسود إلى الفجر ثم أتنوا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجن تلك حدود الله فلا تطاموها كذلك يبين الله آياته للناس عندهم يتقون شكرا